وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري أشهد النواب بقانون منح بعض التسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والذي من شأن منحهم العديد من المزايا كما يخدم الاقتصاد الوطني القانون حقق العديد من المزايا المصريين في الخارج منها عفاهم من الضرائب والرسوم الجمارك والرسوم التنمية أيضا أتاح لهم فرصة أن يستوردوا أي نوع من السيارات أي قيمة من قيم السيارات ليس هناك حظر على بيع السيارات بعد استيرادها ودخولها مصر أتاح للأسرة الوحدة أنها تستفيد بالمبادرة أي حد ينطبق للشروط في الأسرة ممكن أنه يستورد عربية القانون يعتبر تفكير خارج السندوق والحقيقة بنحيي الحكومة على طرح حياة القانون لأنه جاء استجابة لمطالب طالب مصريين في الخارج على مدار سنوات طويلة والقانون بيعطي ميزات للمصريين في الخارج أنهم يقدروا ينزلوا سياراتهم بإعفاء جمروكي وضريبي كامل مية في المية والدولة مستفيدة بأنه هناك وديعة يتم استردادها بعد خمس سنوات هذه الوديعة تضع بالنقد الأجنبي بالعملة الأجنبية بالدولار دي فائدة كبيرة جداً للمصري المقيم للخارج وفائدة للدولة المصرية في نفس الواق لأنه يكفي أن المصري طبعاً المصريين بالخارج إحنا بنسمن تحويلاتهم اللي هي بتقدر بحوالي 32-33 مليار نسمن أنهم عددهم حوالي 15 مليون ودولة لابد أن يشعروا بأهمية الوطن وأهمية الدولة المصرية ودورها في الاستجابة السريعة لمتطلباتهم السريعة لصالحهم أولاً ولصالح الاقتصاد الوطني المصر